قبل أسابيع قليلة كانت مهمة البحث عن فندق في غرب العراق أمرا مستحيلا لكن يبدو أن عشائر محافظة الأنبار التي أصارت سابقا على منع أي عملية لبناء ما تعتبره أمرا معيبا ردخت للأمر الواقع اليوم مع بناء أول فندق في المحافظة هذه أول مرة في محافظة الأنبار يعني يكون مركة فندق V.I.B فهي أغلب العوالي الموجودة في مدينة الرمادي عفوا يعني تعاني اللي البيتة تهدم جراء العملية العسكرية وبيوت مواكو فصار هذا الفندق V.I.B يعني يساعد أنه من يتزوج يأتي لهذا المكان مكان حلو مكان مريح كل الخدمات يتوفر به عاشت تلك المنطقة الواقعة على الحدود مع سوريا تحت حكم تنظيم الدولة الإسلامية لفترة طويلة وكان المغامرون في دخول الرمادي كبرى مدن المحافظة قليلين حتى تحريرها في العام 2016 أما اليوم فيتسابق التجار والمستثمرون والمقاولون والعمال إلى المنطقة الصحروية التي تحاول استعادة الحياة بعد سنوات من الركود أحنا كأعشائر وأبناء عشائر نرفض هذه الفنادق وافتتاح هذه الفنادق لأن هذه الفنادق راح تأثر على سمعة هذه المحافظة التي هي مشهورة بالكرم والطيب والشجاعة لأبناء محافظة الأنبار ومن المعروف في هذه المحافظة أن التقليد العشائري هو الحاكم لذا فإن تلك العشائر تعتبر الفنادق أمرا مخجلا ومناقضا لمبدأ الضيافة وعندما يباشر أهالي الأنبار ببناء منازلهم تكون المساحة الأكبر مخصصة للديوانية وهي قاعة الاستقبال حتى لو كان ذلك على حساب باقي غرف المنزل ترجمة نانسي قنقر